السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير حرفياً الذكاء الصناعي بدأ يدخل بشكل فعلي إلى برامج أدوبي التحديثات اللي شفناها مؤخراً في برنامج أدوبي في أصدارات البتة خطيرة جداً نستعرض الآن أهم تحديث أصدرته شركة أدوبي في برنامج الفاتوشوب وهو جينيريتفل أي يقوم بتكميل الصورة وتكميل المشهد بشكل تلقائي بتقنيات الذكاء الصناعي ويعطيك كذلك أنك تدخل أوامر شبيهة في موقع مدجونري وشبيهة في موقع اليونياردو أدوات الذكاء الصناعي اللي ظهرت مؤخراً بمجرد تكتب له أي وصف يكمل لك الصورة والصدمة الكبرى أنه هذا الإصدار بيتة أي إصدار تجريبي عشان تجرب هذا التحديث والأبدات الجديد لازم تكون مشتركة بشكل فعلي في برامج أدوبي أي بشكل نظامي بعيداً على برامج الكراك لازم تكون مشتركة بشكل فعلي في برامج أدوبي عشان تحصل هذا الإصدار من بيتة أبس إذا كنت تمشترك في كريتيف كراود تروح على بيتة أبس من بيتة أبس تلاقي جميع التحديثات نقول بسم الله ونبدأ رح نفتح الآن برنامج الفوتوشوب والآن نقول بسم الله نجيب الصورة نشتغل عليها وشوف إيش رح يعطيني البرنامج عندي الصورة قمت بتوليدها عن طريق الذكاء الصناعي عن طريق برنامج ليناردو إي آي الآن عندي هذه الصورة نجرب عليها اللي هو أمر جينيريت فيل اللي قامت بتحديثه شركة أدوبي خلوا شوف إيش يعطينا هذا الأمر أول حاجة جينيريت فيل يعني تكميل المشهد عندي الصورة مثلاً حاب أكمل مشهدها نأخذ مثلاً يمين بالطريقة هذه تمام بعد ما تأخذ يمين راح يظهر لك أمر جينيريت فيل بعد ما تقوم بتحديد الجزء اللي تريد تشتغل عليه أو تكمل هذا المشهد عشان يكمل معك المشهد بشكل فعلي هذا الأمر جينيريت فيل أي إكمال المشهد لازم أنت تأخذ تحديث جزء من الصورة اللي تتكمل مشهدها تأخذ جزء منه وتحدد جزء منه وتأخذ الجزء الثاني بشكل كامل اللي أنت تريد تكمل عليه المشهد لازم تأخذ جزء عشان الذكاء الصنعية يفهم الألوان ويقدر يدمج لك الصورة بشكل فعلي ما تأخذ الصورة هو بشكل فعلي يقدر يضبط لك الصورة إذا ما حدد الأفضل أنك تحدد جزء وسيط ولو من الصورة أو من المشهد اللي أنت تشتغل عليها نعطيه وجينيريات فيل نعطيه من مجرد نقدر نعطيه أمر أو نص مثل ما تشتغل على برنامج أو على موقع متجونيري تكتب له نص معي مثل تكمل بحر وأشاطاء الآن نعطيه أمر مثلا نعطيه وجينيريات فقط أنه يكمل المشهد أنت تلقاء نفسك وأنا أعتمد عليكم شكل كله الآن نرى إيش نعطيه هل فعلا تكون هذا الأشياء احترافية وفعلا واقعية أن يكمل المشهد بشكل فعلي بشكل واقعي دون الإخلال أو دون التأثير على المشهد الأصلي للصورة دعنا نرى إيش النتيجةsur للأخurious الله الآن نكمل الصورة بشكل فعلي كملي المشهد دون التأثير على أي جزء من أجزاء المشهد الأصلي لاحظوا الدمج الرائع داخل البرنامج فعليا دمج خطير جدا أعطاني سماء من وعطاني تدرج وسماء صافية وشاطئ وكملي الشاطئ بشكل فعلي يعني إبداعوا أعطاني ثلاث صور أقدر أخذ إحداها وأقدر أستعرض إحداها شوف أستعرض كل الصور وكل الدمج واقعي وجميل جدا صراحة أنا منصدم جدا من قوة التحديث وهذا التحديث الآن هو تحديث بتأي تجريبي فما بالك بعد ما يتم تتشينه بشكل فعلي وبعد ما يتم تطويره الآن هو تحت التجربة وعليه ضغط كبير من الكثير من المصمين يستخدمون هذا الإصدار الآن لتجربته لو أخذ الآن صورة ثانية من الصورة اللي أحتاج أشتغل عليها عشان أجرب البرنامج بعدة أشياء وأحاول أعقد الأمر أكثر وأشوفها ليعطيه نتائج مع صور معقدة أكثر عندي صورة أنا خاصة في مثلاً أروح أكبر الصورة وأعطيه أمر generate مثلاً خاص في الآن مثلاً أحدد هذا الجزء أو يكملي هذا الجزء اللي في الأسفل الآن بعد ما حددت الجزء اللي في الأسفل أعطيه أمر generate generate fill بعدين أعطيه أمر generate الآن ننتظر هل فعلا يعطيني هذه الصورة المحقدة بشكل يعني بشكل نقدر نقول إنه هاي صورة معقدة نوع ما أكثر تعقيد من الصورة اللي شبنها في الأول اللي هي عن الصحراء والشاطئ والبحر لاحظ كيف كملي المشهد بشكل واقعي واعطاني ثلاث صور لكل مشهد لاحظ هذا الصورة واللاحظ هذا الصورة صراحة صراحة عظمة على عظمة جمال وإبداع وشيء رائع جداً الآن لو أطلب منه مثلاً يخليني في المكان هذا أو يوليلي في المكان هذا كمبيوتر أو لابتوب محمول أحدد له هذا الجزء مثلاً أحتاج تحفة أحتاج شيء على جدار أحتاج شيء معين في بالي أكتب له الوصف الآن نحتاج لابتوب لابتوب يعني وصف بسيط الله 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 جاب لي لابتوب صغير وعطاني لأنه ليش تحديدي صغير أصلاً أنا لو أحدد تحديد أكبر راح يعطيني أكبر لحظ اللابتوب واقعي جداً وفيه انعكاس وفيه الشدو ورائع جداً لو أطلب مثلاً جزء هذا يضيف لي فيه مثلاً مثلاً فرضاً أحتاج مكتبة صغيرة يضيف لها في الجزء هذا كونه هنا في جدار أحتاج يعطيني مكتبة قريبة من هذا المشهد مضافة فيه المكان هذا ألصق الأمر وأنتظروا قليلاً أعطيني فيه المكان هذا اللي حددته مكتبة صغيرة في الجدار خلوا نشوف النتيجة صراحة الأمر أصبح ممتع جداً في الفوتوشوب نشوف النتيجة الجميلة اللي اعطاني ملفات وعطاني مكتبة صغيرة واقعية جداً مع كتب ومدمجة بشكل رائع ومن ألوان التصميم وفعلاً فعلاً فعلاً النتيجة مبهرة جداً 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 شوف الشغل الرائع لو رح أخذ زوم على المكتبة شوف الدقة فيها والدقة فيها الدمج والألوان الطبيعية والظل دمجلية الصورة مع ظل القطع اللي فوق وعطاني نتيجة رائعة جداً جداً طيب الآن جربت على الصورة المحقدة الآن لو رح أجب صورة ثانية ونحاول نجرب الأمر جنيرية فيل لو رح أخذ الصورة مثلاً صورة فواكه أو صورة أكل خلنا نشوف الأكل عندي المشهد هذا البتزا أحتاج أكمل المشهد خلنا نقطع الآن نقطع من مكان هذا والمكان هذا أحتاج الآن أكمل المشهد أو مشهد البتزا كامل من اليمين واليسار وأحتاج أعطيني شيء واقعي وجميل للمشهد مثلاً أحتاج أكملها من فوق ومن جنب ومن يمين ومن يسار يعني أنا أخذت أربع جهات عشان أجرب قوة هذه الأداء الآن نعطيه مبيرس عشان يحدد لي الجزء الفارغ من الصورة خلنا نشوف الآن وعطيه أمر جنيريت فيل وعطيه جنيريت نشوف النتيجة الآن هل فعلاً يقدر يكملي مشهد البتزا مع الطاولة مع الملعقة حول الآن قدر المكان نعطيه أوامر تعقيدية عشان أجرب التحديث الجديد والأبدات الجديد اللي أصدرته أودوبي في أصدارها التجربة البتا نعطيه ثلاث نتائج عظيمة جداً عظيمة جداً جداً كملي الطماطم كملي الفلفل كملي الملعقة من نفس ستايل الملعقة لو أخفي الآن نشوف أخفيها الآن نشوف الآن لو أرجع اللي ولد ليها من جديد نشوف كملي ستايل الملعقة بشكل دقيق جداً جداً وكملي الطاولة من نفس ستايل الطاولة من نفس تصميم الطاولة وكملي القماشة وكمل لي كل الأشياء بشكل رائع جدا وكمل لي الطماطم وكمل الفلفل الأحمر وكمل لي الكأس وهنا الزيتون كذلك كملوا وأعطاني مشهد رائع جدا متكامل ما ينقصوا أي شيء صراحة إبداع والتحديثات الجديدة هذه خطيرة جدا ومرعبة جدا صراحة وممتعة بنفس الوقت مع خطورتها ممتعة ويعني تكون الأمور أسهل بكثير من أول على برنامج الفوتوشوب والأمور أصبحت الآن يعني ممتعة جدا تقدر تصمم أي حاجة من خلال أوامر الذكاء الاصطناعي طيب أنا لو أطلب منه الآن يضيف لي شيء معين على الجزء هذا مثلا علبة كولا في هذا المكان ندمج لي بالمكان هذا علبة كولا أعطيه أمر التوليد خلالنا نشوف النتيجة اللي أحطيني إياها أعطاني نتيجة أعطاني زجاجة كولا صغيرة لأني أصلا حددت له تحديد صغير جدا خلالنا نأخذ مشهد ثاني صحراء أحتاج أضيف فيها مثلا أول شي يحتاج أني أكمل مشهد تمام خلالنا نقص الجزء هذا ما نحتاجه الجزء هذا فيه زيادة في الصورة أحتاجها تكون لون أزرق عشان يعطيني نعكاس قوي مع الصحراء يعني لون أزرق مع لون ذهبي فرح يعطيني نعكاس قوي جدا مع الصحراء ويعطيني مشهد ممتع جدا للبصر خلالنا نشوف جميل جميل جدا هذا المشهد شوف الجمالية مثل ما توقعت أعطاني بركة ماء داخل داخل الصحراء أعطاني مشهد جميل جدا وضبط لي شادو وضبط لي كل حاجة واقعية الأمر صار أمتع مما تتوقع كانوا نبع ماء وهنا في تثير زي تمواجهة البحر وصار الأمر ممتع جدا داخل برنامج الفوتوشب يعطاني شادو والأمر خطير جدا جدا وشي جميل صراحة شي جميل جدا جدا الآن لو أخذ مشهد رابع من المشاهد أو مشهد خامس عشان نجرب ونشوف أشي الأشياء اللي رح يعطيني إياها مثلا عندي هذا الشطة البحر ونشوف أشي رح نقدر نسوي على الشطة البحر مثلا أحتاج مثلا سفينة تكون في هذا المكان سفينة كبيرة على هذا المكان جاية بتجاه المدينة سفينة أحطيته أمر السفينة أي أطلب من البرنامج أن يضيف لي سفينة في هذا المكان يدمج ليها بشكل فعلي مع المشهد دون التأثير على باقي المشهد الأمر فعلا صار جميل جدا وخطير بنفس الوقت وممتع يعني الآن بدأت أجرب الأشياء بدأت أجرب الأمور وأستمتع في الأوامر كأني أنا صاحب هذا البرنامج وأنا أتحكم في هذا الأشياء بشكل فعلي يعني بيدي كل شيء بدون ما أذهب سفينة من برا وأدمجها وأشتغل على الدمج في الألوان صراحة جمال هذا النتيجة الجميلة شوف النتيجة أعطاني سفينة وأعطاني شيء واقع يضبط للشادو وكأن السفينة فعلا موجودة على شط البحر هذا يعني شيء واقع جدا جدا لو أي شخص يشوفها ما رح أبدا يلاحظ الأمر هذا ولا يلاحظ أنه فعلا أن الصورة هذه مشتغلة أو فعليا كانت عبر الذكاء الصناعي تم العمل عليها عبر الذكاء الصناعي يعني أحد الثلاث نتائج رح تكون منها نتيجة مبهرة يعني ممكن أن نتيجة تكون الأولى غير جيدة هو يعطيك ثلاث نتائج يعني حرفيا أحد النتائج رح تكون مبهرة وجميلة جدا صورة ثانية عندي مدينة الرياض في الليل شوفها أحتاج أن يكمل مشهد مدينة الرياض في الليل هل فعلا رح يكمل لي أولا لا الآن رح أخذ مثلا لفوق شوية ويسار شوية يمين شوية ويسار شوية وتحت كذلك شوية الآن يحتاج من الفوتوشابوني كاميلي مشهد مدينة الرياض في الليل الآن إيش أسوي أول حاجة نروح نحدد الصورة عشان نعكس التحديد من inverse نحدد الصورة نحاول يكون التحديد دقيق جدا عشان إيش المشهد ما يكون فيه مشاكل مثلا أروح أعطيه inverse من select عشان يعكس للتحديد أي يصير التحديد فقط على الأجزاء الفارغة أو الصورة المفارغة عشان أعطي أمر التوليد أعطيه جنرية فيل أعطيه جنرية كملي مدينة الرياض في الليل وعطيني مشهد واقعي دون الإخلال بأي جزء من أجزاء الصورة وأحتاج صورة تكون واقعية ودقيقة جدا أظن ذكاء صنعي بدأ يبسط للناس حياتهم أبسط بكثير من أول وبدأ يبسط للتقنيين الله لاحظ مدينة الرياض كيف كملي المشهد بدقة كبيرة وعطاني ثلاث مشاهد جميلة جدا لمدينة الرياض كل مشهد خطير جدا جدا وكملي الصورة نشوف الصورة من قبل ومن بعد إبداع ولا أثر على أي حاجة أعطاني دمج للصورة بشكل واقع وكملي المشهد من نفس ستايل الصورة الأصلية مشهد ليلي من نفس ستايل السماء من نفس ستايل البيوت الموجودة ومشهد ليلي دون الإخلال بأي نتيجة حرفيا لو شخص شاف هذا الصورة أو شاف المشهد وشاف الأمور ما يلاحظ أي شيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ أضرب مثال ونشوف هل فعلا يعطيني برج معين أو لا أعطيه أمر التوليد ونشوف هل فعلا يعطيني ناطحة سحاب في هذا المكان بشكل فعلا لونها أزرق مثل ما طلبت منه الله لحظة نتيجة لعطانيها نتيجة مبهرة جدا طلبت منه يضيفي ناطحة سحاب في المكان اللي حددته له وأنا في الصورة يعطاني ثلاث ناطحة سحاب كل ناطحة أو كل شكل جميل جدا صراحة ومن نفس ستايل الصورة مشهد ليلي وجميل جدا صراحة لو أروح مثلا أخذ زوم أخذ زوم آت ولأخذ زوم إن لاحظوا أن الصورة كانها واقعية جدا ومشهد رائع جدا وعطاني ثلاث أشكال من ناطحة السحاب وكلها فعليا تتكلم وكلها فعليا واقعية وكلها شي جميل جدا صراحة وإبداعي ومشهد كأنه فعلا فعلا موجود في الصورة وحقيقة الشي هذا صار يعني واقعي جدا لإنتاج الصور حرفيا الأمر صار ممتع جدا داخل برنامج الفوتوشوب والإصدارات الجديدة من برنامج الفوتوشوب راح تكون ممتعة جدا للمصممين أنت الآن عندك كل حاجة بواسطة أدوات الذكاء الصناعي تقدر تصنع أي حاجة من خلال الوصف ومن خلال قوة خيالك ومن خلال فهمك للذكاء الصناعي وفهمك الأدوات الذكاء الصناعي تقدر تصنع أي شيء وأخذ الآن صورة أو شيء مشهد جديد مثلا عندي مشهد وليكن مشهد صحراء ثاني عشان أطلب منه يضيف لي حصان مثلا داخل الصحراء في هذا المكان مثلا أحتاج يضيف لي حصان في هذا المكان ونشوف الفعلا يعطيني حصان خلنا نشوف النتيجة ليعطينيها داخل الصحراء هل فعلا راح يعطيني حصان لونه أحمر أو لا الله الله النتيجة سوف أقول له صراحة والله إبداع يا جماعة شيء مطبيعي هذا الموضوع الآن موضوع سأصبح خطير جدا الذكاء أعطاني شدو للحصان وأعطاني حصان وأعطاني ثلاث أشكال من الأحصنة وهذا الحصان الجميل اللونه أحمر مثل ما كتبت له وأعطاني شدو له خفيف ودقيق جدا الشدو يعني المصمم يحتاج أشياء كثيرة وخطوات كثيرة عشان نجيب الحصان ويدمجوا بهذا المكان وبهذا الزاوية يعني الأمر جميل جدا لو أطلب مثلا شجرة بهذا المكان شجرة الصحراء مثلا شجرة أمر التوليد وجنريت خلا نشوف إيش يعطيني شجرة في هذا المكان في هذا الزاوية الأمر صار والله ممتع جدا يعني نشوف النتيجة الثانية يعطاني ثلاث نتائج وكل نتيجة مبهرة استطاع لي قرأ لي الصحراء وعطاني صورة من نفس الصحراء ومن شكل الصحراء أي الأشجار التي تكون في الصحراء غالبا شاهدها في الصحراء تكون ألوانها وأشكالها مثل هذا الطريقة أو مثل هذا الشكل أعطاني الشجرة ما أعطاني شجرة لونها أخضر أعطاني شجرة لونها على لون الصحراء ولون البادية فالأمر يعني فعلا قمة في الذكاء قمة في التحليل أمر يعني مرعب جدا صراحة يعني لو كتبت له شجرة أنت ما حددت نوع الشجرة أنا مجرد أن يكتب له شجرة لو كان مشهد مختلف عن هذا المشهد لو مشهد ثاني تكتب له شجرة مثلا مشهدي فيه خضار وفيه ألوان خضراء ساطعة فراح يكتم إعطيك شجرة لون أخضر حرفيا الأمر أصبح أمتع بكثير من الأول لو أخذ صورة شخصية مثلا يحتاج يعطيني شيء معين من صورتي الشخصية أو يعطيني بدلة أو يغيري للون وستايل صورتي مثلا لو أخذ الصورة لو أخذ هذا الصورة الخاصة فيه مثلا أحتاج أن يكمل لي الصورة أول شيء يكمل لي المشهد يكمل لي أحتاج أني ألبس بدلة كاملة بدون ما رح أصوره أكمل المشهد من جديد أو أحتاج عيد الصورة خلنا نشوف الآن أحتاج أني يكمل لي المشهد حتى أسفل يعني للقدم حتى اللباس اللي يكون عندي فيه القدم مثلا وليكون هذا المشهد أنا أطلب منه إيش يكمل لي المشهد أطلب من هنا بعدين أعطي inverse من هذا الخيار أي يحدد للمكان كله أعطيه الآن generate generate fill أي يكمل لي صورتي أنا عندي هذه الصورة مقصوصة من فوق وأنا أحتاج أن يكمل لي كامل الصورتي يعطي لي شخصية كاملة لصورتي خلنا نشوف النتيجة هل فعلا مبهرة أو لا أكمل لي المشهد أكمل لي الصورة بشكل واقعي أعطاني لباس جميل نوعا ما ونوعا ما يشبهني نوعا ما لكنه بعيد عني بشيء حلو والله حلو 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 جميل جدا المشهد العطاني جميل جدا صراحة مثلا أنا أطلب منه يغير اللباس هذا مثلا أحتاج أنه تكون سترة لو أنها أسود مثلا عشان نشوف نشوفها الفعلا أنا أعطيني يغير لي لباسي ولا لا هو فعليا الأمر الآن تحت التجربة الآن أحاولي نعطيه أمور تعقيدية وأشوفها الفعلا يعني يقدري يضبط لي أشياء جديدة ومعقدة وأنا شغال أتحدى مع ذكاء الصناعي هل يغلبني أو أغلبه هل يعطيني كل شيء أريده فعلا أم ما يعطيني كل شيء أريده ما أعطا علي نتيجة هنا أعطالي نتيجة يعني إبداع لا إبداء لو أرح حدل من جديد وأريد مثلا أعطيت تحديد من جديد أعطيه مثلا أحتاج أعطيني قميص أزرق مثلا ما أعطاني لون أزرق لكن نغير الجاكيت غير القميص من قميص إلى قميص مثلا نغير لون البوط أو ستايل البوط تلبي عن رفعت تحديد لفوق عشان يقدر يقرأ الرجل مواصفات القدم بشكل جيد نوعا ما أنت لازم تحدد جزء من الصورة اللي أنت عايز تشتغل عليها هو جزء ثاني عشان يفهم الأمر شوف الآن فهم الأمر لأني حددت الجزء الأعلى من الصورة وعطاني جميل جدا شوف الآن الجمالية أطيته لون أزرق جوز لون أزرق أعطاني المشهد اللي تشوفونه قدامكم ومشهد جميل جدا ورائع جدا جدا صراحة صراحة والله يبدأ والله يمضحك جدا الأمر يعني أصبح أسهل مما كنت تتوقعون عليه وكذلك الجودة عالية جدا 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 الجودة جميلة جدا واقعية وعطاني شدو للموضوح وموضوح أصار أخطر بكثير وأجمل ما أعرف كيف وصف صراحة الأمر يعني الآن فعليا الأمر في المستقبل ستلاقي كل أدوات الذكاء الصناعي موجودة قدامك حتى في السوشال ميديا في مواقع الإنترنت كلها موجودة تلاقي الآن يقحمون الذكاء الصناعي في كل شيء قدامك تلاقي الكثير من الأدوات موجودة عندك نتيجة مبهرة جدا صراحة نتيجة لو أقدر غير الساعة وأقدر تضبط أشياء كثيرة عندي في أستايل مثلا أضيف لنفسي هنا لحية أو ذقن خفيف مثلا أطبع أن يضيف لي ذقن خفيف بهذا مكان تضمجها وتقطعها من الصورة الثانية الأمر أصبح بمجرد تعطيه أمر يضيف لي لحية يضيف لي شعر في هذا المكان يضيف لك كل شيء بتقنية الذكاء الصناعي الأمر أصبح بسيط جدا جدا يعني أنت بمجرد تكون الحاسوب الخاص فيك متصل في الإنترنت أنت الآن وصلت لأي شيء في العالم تريد وتقدر تدخله على الفوتوشوف فعليا أي شيء في العالم تقدر شوفها نتيجة أطاني أطاني ثلاث نتائج وكلها جميلة جدا أطاني لحية خفيفة وذقن خفيف من مشابه للذقن الفعليا الخاص فيه نشوف الآن قبل ونشوف بعد أعطاني يعني ذقن خفيف ناعم من القراءة الصورة أعطاني شيء جميل وواقعي غير يعني ذقن مبالغ فيه يعني طويل يعني فعليا ما في ولا خطأ فعليا ما في شيء خطأ تقني في التوليد ما في يعني خطأ خلقي في التقني أو في التوليد الصور ما في تخريب للمشهد يعطيك شيء واقعي يا أم يعطيك شيء مشهد واقعي أو يعتذر منك بعض الأحيان يقول لم أستطع فهم الأمر اللي تريده فتعيد من جديد تعطيه أمر واضح يعطيك شيء واقعي واضح فالأمر صار واقعي جدا ومشه شيء يعني شيء خطير جدا جدا لو مثل أطلب منه ويغير لون العين مثل لون الأزرق مثلا أنا شغال أجر بس حد التحديدين الأمر صار أي شخص الآن يقدر يشتغل على برامج الفوتوشوب بكل بساطة بجرد أن يكونوا فهمان الذكاء أصنعوا فهمان الأوامر وفهمان أعطاء الأوامر يقدر يولد أي شيء بدقائق وبثواني معدودة لدينا الحاجة أن يروح يستعب خبراء في التصميم شوف أعطاني عين زرقاء وغير لي عدسة العين وعطاني عين جميلة جدا أغير لي ثلاث ألوان لون بني ولون أخضر ولون أزرق وكلها واقعية لو أرح من بعين يعني واقعية 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 جدا جدا والأمر مبدع صراحة مبدع جدا جدا لو أحول نفسي فلا إبتسامة مثلاً تعطيه مثل أنا أتخيل هنا أنا شغال ألعب بصورتي مثل ما أريد يعني مثل ما أتخيل يعني أنا أتخيل شيء خلنا شوف النتيجة هل فعلا يعطيني نتيجة مبهرة هل فعلا راح يغير الأمور هل فعلا راح يعطيني صورة إبداعي معجزتني صراحة معجزتني خلنا شوف الصورة الثانية هذه حلوة أحدهم حلوه هذه واقعه انا مثل ما خبرتكم يعطيكم احدى نتائج تكون حلوة ومرضية هذا النتيجة حلوة يعني مختلفة تمام عن اول هنا فقط عادي هنا طاني الشنب خفيف وعطان هنا طاني ابتسامة خفيفة بسيطة جدا شوف ابتسامة بسا للتسامي عجبتني هم وعما فالامر صار ابسط بكثير مما تتوقع ان الامر صار غير لكامل تفاصيل شخصيتي بكامل كامل ومثلا احط هنا ساعة ذكية مثلا في هذا المكان ساعة ذكية امر التوليد الان شوف اخر تجربة عندي والله ممتع جدا ودي اني اكمل بالحلقة ودي اني اخذني الوقت واكمل واستمتع والله تستمتعون جربوا التحديث الجديد في الفاتوشب والله راح تحسون في استمتاع كبير وتحسون بحيوية في السهولة والبساطة في التصميم يعني صراحة اعطاني النتيجة حلو عظمة صراحة عظمة 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 جميل جدا نتيجة مبهرة مبهرة جدا وتعطيها الامر من جديد راح اعطيك شي جميل اكثر شوفها للصورة طاني شي جميل شي جميل مثلا احتاج تكون في يدي جوال او موبايل واخر تجربة عندي في هذا الصورة وراح اختم الحلقة وصراحة ودي اكمل لكن الوقت اسحفني وهذا الشرح مبسط في يدي اليمنى خذنا شوفوا النتيجة الاخيرة واختم الحلقة واراكم في التحديثات الجديدة في برنامج ادو بريمير راح تكون تحديثات اخطر بكثير من برنامج الفوتوشوب راح اشرح التحديث الجديد في برنامج ادو بريمير وكذلك الشرح شوفوا النتيجة اعطاني موبايل تكون في يدي والنتيجة يعني خطيرة خطيرة انا غيرت صورتي ملا شي سويت اي شي احتاجه مثلا شوفوا الاشياء اشتغلت عليها من الصفر نشوفوا التحديثات كلها من الصفر وايش اشتغلنا من الصفر هذا الصورة فعليا اللي بدأنا فيها وبدأنا نضيف اول شي كاملنا المشهد ثاني شي اضفنا البلوزة او القميصة اللي نحتاجه وفرضا ما نحتاج لخلها البلوزة الطبيعية غيرنا الاستايل هذا وضفنا مثلا الروح على البوت اخترنا بوت او حذاء رياضي غيرنا حذاء رياضي نشوف اعطاني عدة احذية رياضية وتقدر تشتغل عليها واضيف لها ماسك وتحذف وتعدل واضيف فضل اذا كان فيه مشاكل وتشتغل عليها مثل اي صورة عادية عندك مضافة والجميل انه اضاف لكيها في لاير منفصل اي كل شي تشتغل علي ضيف لكيها في لاير منفصل تقدر تضيف له ماسك وتشتغل علي في اداة البراش وكذاك تضيف له اشياء والوان اذا ما عجبتك وتغير فيه الوانه ونشوف التحديث الثالث ونشوف التحديث او اضافة الاخيرة اللي اضافتها ونشوف الاضافة البعدها كل هذه اشياء نحمي موجودة عندي الروح بعده نشوف هنا اعطاني الموبايل هو الاضافة الاخيرة هنا اعطاني الساعة هنا اضفت ساعة اليد اليمنى تقريبا يدقض تقريبا كانت فيها مكان هذا هذا الساعة اضعت ساعة اضفت موبايل وغيرت من لا شيء الى اشياء كثيرة وهنا بعين او الاتسامة وهنا العين من لون اسود الى ازرق نشوف النتيجة من لون أزرق من لون أسود إلى أزرق بضغط الزر وحدة وهذا النتيجة النهائية في الصورة يعني هذا النتيجة من صورة عادية إلى صورة نوعا ما تقدر تشتغل عليها وتحدث عليها وتشتغل عليها كل حاجة لو رجعت مثلا على هذا الخيار واخترت الخيار الثاني أو اخترت الخيار الأخير أو اللي يحتاجه مثلا هذا الخيار مثلا هذا الخيار راح يعطيني مثلا هذا الخيار تقدر تأخذ أي خيار يعجبك تقدر تختار أي قمس يعجبك تقدر تختار أي شيء تعدل عليه مثلا هذا الخيار مثلا أو هذا الخيار مثلا هذا الخيار كل صور يعطيك منه Havebez وموجودة ومحفوظة وطيفها في لائرات مفصلة وتشتغل عليها هذا الشرح المبسط للتحديثات الأخيرة في برنامج البتة في برنامج الفوتوشوب في البتا من أصدارات الفوتوشوب لاحظنا كل الصور كيف اشتغلنا عليها كيف عدلنا عليها كيف أضفنا أشياء كيف كمنا المشاهد من لا شيء إلى أشياء جميلية وأشياء جمالية وأشياء رائعة جدا كمنا المشاهد كمنا مشهد السيارة كمنا المشهد هذا وكمنا البيتزا نشوف البيتزا المشهد الثانية رائع جدا وأضاف لأشياء جميلة جدا للمشهد إذا أعجبكم شرحها المبسط لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذاك ومشاركة المحتمى وصدقائكم ومع المهتمين في هذا المجال والاشتراك في قناتي يرسلكم كل جديد في عالم التقنية وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله كان معكم مشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته